كاس العالم انتهى بعد ما فاز منتخب الارجنتين على منتخب فرنسا في المباراة النهائية في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 4-2 بركالات الترجيح بعد ما كان قد تعدلها بنتيجة 3-3 في خلال الشوت الاول والتاني والوقت الاضافي اللي امتدت المباراة بي الى 120 دقيقة رسائل الاشهادة ورسائل التهنئة ورسائل الزعل من اتجاهات مختلفة مستمرة الاجواء الجماهيرية مازالت صاخبة على مستوى الاحتفالات في دروس اكيد ممكن نكون تعلمناها من هذه البطولة على مدار ما يقرب من شهر لاول مرة بتقام في خلال منتصف الموسم وده ممكن يكون من الدروس المستفادة ان اقامة بطولة وصفت بانها احدى افضل النسخ على مستوى تاريخ كاس العالم في منتصف موسم لاول مرة هل يكون ده سبب من اسباب ان احنا شفنا المستوى الحلو ده الاثارة الحاضرة التنافسية الموجودة في طوال احداث البطولة هو ده سبب منها ان البطولة بتتلعب في نصف الموسم فاللعيبة لسه فيئة فالبدني لسه عالي فالطموحات لسه قوية فالكل جاهز ربما يكون ده درس من الدروس اللي ينظر ليه من جانب الفيفا الفيفا نفسه تكلم على انه هيعيد النظر في قصة المجموعات بتاعت نسخة 2026 بانه بعد اللي شفناه من تنافسية كبيرة اوي في المجموعات المشكلة من اربع فرق صعب اوي نلعب من تلات فرق مجموعات في دور المجموعات اللي هو من 48 فريق في سنة 2026 ده ممكن يبقى مقلق ان التنافسية هتبقى قليلة الى جانب كمان ان في فريق من التلات فرق هيبقى قاعد مستني المباراة الاخيرة ما بين الفريقين وبالتالي ده هيصعب اوي فكرة العدالة وانه ربما يؤدي الى ان الفريقين اللي في الاخر دول يلعبوا نتيجة مباراة قصدين يوصلون اليها علشان يخلوا التالت يخرج ويتأهلوا مع بعض ده من ضمن الدروس لكن من ضمن الدروس برضو ان فكرة انك تبقى مركز في شغلك وانك تسخر كل امكانياتك من اجل هدف واحد ان الناس كلها تعرف قد ايه انت اشتغلت وفي نفس الوقت ايه انت عايز تحسن الصورة لو حد عايز ينتقدك وقد ايه انت عايز توصل رسائل توصل بيها قدراتك وتوصل بيها افكارك من خلال بطولة كأس عالم لو ركزت في ده هتعرف توصله النهاردة وزير الشباب برياضة المصري الدكتور اشرف صبحي اتكلم صباحا عبر اداعة الشباب برياضة وقال انه احنا نستطيع ان نقوم باستضافة حدث مثل هذا الحجم على مستوى تنظيمي وعلى مستوى كبير وعلى مستوى مبهج لكل المصريين اتكلم على ان نوجه التهنية الى قطر على هذه الاستضافة الكبيرة والحقيقة ما اجمل هذه الاستضافة لانها قامت بشكل كبير اوي ردت على منتقدين كثيرين اوي عرفت توجه رسائل من خلالها سواء على المستوى العربي او على المستوى القطري بشكل خاص او على المستوى حتى الاسلامي فدي كلها نقاط مهمة جدا بتستغل بيها بطولات كأس العالم بهذا الشكل هل احنا قادرين ان احنا ننظم ليه لا لو قررنا لو الظروف متاحة لو الملف جاهز لو قدمنا واحنا عندنا القدرات المالية وقتها ان احنا نعمل ده اكيد احنا عندنا من الامكانيات وعلى فكرة كأس العالم ده كان فيه الكثيرين من المصريين منهم ما هو نجوم اتكلمنا عليهم سواء على مستوى التنظيم لكن فيه على مستوى المنظمين والمتطوعين كثيرين جدا احنا عندنا يعني الحقيقة يعني ثروة بشرية هائلة هائلة ضخمة من مجموعة من الشباب ومن الاعمار المختلفة قادرة جدا ان هي وقت ما يتسلم لها مهام سواء تنظيمية او ادارية تقوم بالدور ده انا بأكد لحضراتكم ده من خلال وجود ناس اشتغلت في قطر ومن خلال ناس اشتغلت في تنظيم امم افريقيا 2019 هنا وبطولة افريقيا للمنتخب الاولمتي برضو هنا اللي اهلتنا الى اولمبياد توكيو دي كلها الناس دي جاهزة في اي وقت يتقال لها يلا نشتغل بيشتغلوا وبالتالي احنا قادرين على المستوى البشري قادرين على مستوى ان احنا بس نختار الناس المناسبة ان هي تنظم وطبعا حدث زي دا عملاق لم ننظمه من قبل فبيحتاج وقتها استعداد طويل القطر استعدت سنوات طويلة جدا عشان توصل للشكل اللي بدأ به المنتقدون البطولة منتقدين وختموا البطولة وهم يشيدون اغلبهم يعني لان في ناس برضو خلصت وهي بتنتقد في النهاية يلي